وإشراق العالمية بالتحديد لذلك سيكون معنا حاضر الدكتور أحمد عطية دهشان استشاري التغذية العلاجية والتجميل أهلا وسهلا بك وصوحا منورنا عضو الشاقة العالمية ربنا يبارك فيك ربنا يديك العافية دكتور أحمد عطية الكثير من الناس بيهتموا دائما بالجانب الصحي وهذا شيء مهم جدا وهناك بعض الأشياء ممكن تكون حاضرة في كفصولة طبية لهذا اليوم فيما يخص موضوع مهم جدا وكثير من القطيات يا دكتور يعني بيكون مهتمات بالجانب بتاع السمنة وبهم النحافة فلذلك الليل اللي حينخصص موضوعنا عن النحافة ونتعرف أولا شنو النحافة بعد ذلك نشوف الأصيلة الممكن تكون حاصلة تمام زي ما أنتا قلت كده وأكدت أن موضوع النحافة يا كاد يكون موضوع يعني هتلاقي أجلب القنوات كلها بلا السلسان ما تيجي تتكلم تيجي تتكلم عن السمنة لأن كل الناس بتفكر بتتحب الحاجة يعني هتفكر على السمنة يعني نفتكر على كل أغلب الحلقات ممكن 99% من الحلقات عن السمنة لكن بالفعل في الإعداد بنشوف حالات كبيرة جدا عن النحافة عشان كده كان من الضروري نحن نبدأ نوعي عن ناس للأسف هنا في ناس بلا السلسان تقعد فترات كبيرة جدا تاخد أدوية معينة علشان تجهز للجواز يعني هنا الموضوع ده يكاد يكون منتشر عشان كده يا جماعة عايزين بقى نتكلم في الجانب الطبي بقى عن كلام الناس والدجل والشعوزة وإن أنا لازم أخذ الحباية الفلانية وللأسف حاجات غير مرخصة أيوة في البداية ما نجي نتكلم عن تعريف النحافة نقدر نقول إن هو نقص وزن الجسم عن المعدل الطبيعي لو تتذكر كده في الحلقة اللي فاتت كنا ما جينا نتكلم عن إن إحنا زي نعرف الوزن الطبيعي بتاعي إن إحنا نطرح من الكتلة نطرح من الوزن من الطول بتاعنا 100 يعني لو أنا طولي 170 يبقى الوزن الصح بتاعي 70 يبقى قل من كده نحافة وعندما كده عرفنا إيه هي النحافة يعني طبعا من الضروري جدا لو أنت تتكلم عن نحافة لازم نعرف إيه هي الفحوصات الطبية إن أنا دلوقت خلاص أنا عندي نحافة طب إيه السبب؟ حلال لأنا أخذ حباية الفلانية دي تمشي عليها لفترة كبيرة جدا من الوقت هي اللي هتكون العلاج للمرض